اهلا بكم مرة تانية في كورس ادارة الحملات على الفيسبوك في المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا وشوفنا ازاي بنقدر نعمل كذا اعلان عشان نقدر نقيس البرفورمانس بتاع انهي اعلان احسن باقل تكلفة وحصل معاه اكبر تفاعل في المحاضرة دي ان شاء الله بداية ازاي نبتدي نحلل الكامبينز اللي احنا عملناها ونشوف انهي كامبين وانهي اعلان هو اللي حقق معنا احسن باقل تكلفة بس قبل ما افريكو ازاي بنبتدي نحلل الاعلانات لازم نبتدي نفهم بعض المصطلحات المهمة في الفيسبوك مبدئيا كده اول مصطلح مهم جدا جدا لازم نفهمه هو حاجة اسمها CTR الكليك سروريت ايه هو CTR هو معدل التفاعل مع الاعلان مقارنة بعدد مرات الظهور والغرض منه هو كياس مستوى تفاعل الاعلان مع جمهور المستهدف يعني ايه الكلام ده CTR يعني نسبة تفاعل الاعلان لما الجمهور بيشوفه يعني لما الناس بتفتح الفيسبوك كده وتشوف الاعلان بتاعك هل هي بتتفاعل معه ولا لا ويبتدي يحسب حزبه بتبقى عبارة عن عدد الكليكات على الاعلان ما يسوم على عدد مرات الظهور للاعلان تمام ده اكليك سروريت ده لازم تفهموه جدا جدا لان ده اهم حاجة بنبص عليها في الريبورتاب بتاعتنا يبقى تاني كليك سروريت هو معدل تفاعل الاعلان مع نسبة ظهور الاعلان تمام تاني حاجة الامبريشن الامبريشن اللي هو بقى ايه عدد مرات ظهور الاعلان للجمهور المستهدف سواء تفاعل معه ولا لا يعني سواء الجمهور والناس دست على الاعلان ولا لا سواء بقى كان كومنت ولا لايك ولا اي حاجة ده اسمه امبريشن عدد مرات الظهور سواء الناس تفاعلت معه او لا هنيجي للمصطرح الثالث هو الانجاجمنت الانجاجمنت هو عدد الاشخاص اللي تفاعلوا مع الاعلان ودي بتبقى اكتر لما تبقى عامل اعلان لبوست الناس بتتفاعل معاه بتعمل كومنت شير بتدوس على الصورة دي كلها اسمها انجاجمنت وفي المصطلح الرابع هو اكليك اكليك ده طبعا يعني من اسمه هو عدد الضغطات على الاعلان سواء كانت صورة او بوست او فيديو او اي حاجة دي بالذات لو شغالين بالنظام اكليكس دي لازم يعني تحطها في دماغك يعني اهم حاجة الريتش ده مصطلح يسمعه كتير جدا 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 وخصوصا بعد التعدلات اللي عمينا مارك عملها في الفيسبوك وسوح الدنيا الحمدلله الريتش ده هو ايه هو عدد وصول الاعلان وبتبقى في البيتجات برضو لو انت منازل بوست عدد وصول بتاع الاعلان او البوست بتاعك للناس هل الاعلان بتاعك ده وصل للناس ولا لا ظهر لهم في الصفحة الرئيسية في الفيسبوك بتاعتهم ولا لا عشان كده تلاحظ ان فيه بيتجات كتير التفاعل فيها قل او انت بتبقى مشترك في صفحات وتلاقي ان لما بنزله اي بوست ما بيظهرش ديك ليه لان فيه تعادلات حصلت على النيوز فيد دوت والريتش بتاع البيتجات والبوستات قل فالريتش هو عدد الوصول سواء الاعلان او البوست بتاعك للناس وظهوره في النيوز فيد او الصفحة الرئيسية في الفيسبوك نجل المصطلح الفريكوينسي هو دوت النسبة المقاوية لظهور الاعلان بتاعك لاشخاص مختلفين يعني الاعلان بتاعك ظهر لكم شخص مختلفين بنسبة كم في المية يعني ممكن الاعلان بتاعك مثلا يفضل يظهر لنفس الشخص اربع خمس مرات وهو ما تفعلش معه ولا اعمال لايك للصفحة ولا البوست ولا اي حاجة دي بتتحسب ازاي دي بتتحسب بنسبة مقاوية وبتبقى اسمها فريكوينسي نجي بقى المصطلح مهم جدا 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 هو اسمه الريليفانس سكور الريليفانس سكور ده بيبقى عبارة عن ايه ده بيبقى عبارة درجة من واحد لحد عشرة وكل لما الدرجة دي بتاعلى وبتقرب لعشرة كل لما الاعلان بتاعك بيبقى يعني البرفورمانس بتاعها عالي جدا جدا وبتبقى تكلفة الاعلان بتاعتك يعتبر سفر وزيرو هوريكو ازاي في الريبورتات بتاعتي لما الريفانس سكور بتاعي كان عالي جدا تقريبا تخدت التكلفة بتاعتي باقل من اثنين من عشرة من السنت للتكلفة بتاعي او باللايك فكل لما الريليفانس سكور بتاعك ده يبقى عالي كل لما التكلفة بتاعتك تبقى ليلة طيب هنيجي دلوقتي على الفيسبوك نفسه بقى قادي دي الكمبينز عشان تبتدي تحلل الكمبينز بتاعتك وتشوف الريبورتات دي يعني بشكل افضل وسريع في عندك هنا ويندو معمولة ده بيزهر لك كل الايام والتواريخ عشان تبتدي تختار انت عايز تشوف انهي الكمبينز وانهي نتائج سواء كان في يوم واحدد او في شهر بس اكتر حاجة هتبتدي تستخدمها هي انت عايز تشوف الكمبين بتاعك اداءها النهاردة عامل ازاي وهتلاقو اهو الارقام بتاعتي هتتغير ماشي وانت عايز تشوف مثلا انبارح كان ازاي ولو عايز تشوف كل الحملات من اول ما انت بتديد تشتغل في الاعيانات دوس لايف تايم هتظهر لك كل النتائج بتاعت الحملات كلها تمام لو عايز تختار بقى شهر معين مثلا والتاريخ معين وسنة معينة تبتدي تختار من الكلام ده احنا هنشوف مثلا ايه انا هختار لايف تايم عشان اوريكو نتائج من حملات قديمة انا كنت اعملها تمام هنيجي مثلا للحملة ديت الحملة دي كانت لشركة ديكور وانا كنت اعمل لهم الكمبين بتاعت البيج بتاعتهم عشان ازود اللايكو بتاعتهم اول حاجة بتبقى ظاهرة عندك في الريبروتات منبرة من قبل حتى ما نخش جوه الكمبين نفسها في حاجة اسمها الريزولت الريزولت ديت بيزهر لك عدد اللايكو اللي انت اتعملت للاعلام بتاعك قدي ايه طبعا هتتتغربوا دلوقتي دي ايه زي سيف ده دي عشان الريلفانس سكور زي ما قلتلكو كان عالي جدا الاعلام بتاعي وصل لكم واحد شافوا الاعلام دوت شافوا 28586 واحد تمام دي هنا المفروض ده اللي تصرف بس هو سم companyات قديمة لما تبقى ، عامل worker ooh there and لا تصرف أيف تاواتي تدوس على كلمه today ديت هى الزاهر لك انت صرفte النهارده فاليوم او time او time that configuration احنا اننجح تانىladı ايه Modern Life Time ونرؤح الاعلام تانى عشان هرب مننا تمام ادي هى الاهو الاعلام هنا بيظهر لك اللى внутри جمع الارده دي بقى التكلفة الكلية اللي اتصرفت على الاعلان لو خدت بالكو انا صرفت قد ايه على 2309 لايك انا صرفت 5 دولار و 4 من 10 سنت يعني شوف انا صرفت 5 دولار وخدت قدامهم قد ايه خدت 2309 لايك طيب نيجي لكمبين تانية انا كنت اعملها لشركة بتاعة كاشيرات بتبيع الكاشير اللي هو ببقى في المطاعم وفي الحاجات دي صراحة الكامبين دي اكتر كامبين مقرفة وزهقتني ليه بقى اولا مفيش اقبال على المنتج اللي انت كنت بتعلن عنه ودي حاجة لازم تحطوها في اتناخه لما تيجي تختار انت بتعمل كامبين لانهي عميل يريد تكون متخصصين في حاجة معينة او في كذا يعني المجال او اتنين يعني مثلا شركات ديكور الميديا يعني حاجات زي كده كل واحد عايزة تخصص في حتة معينة ما علينا دلوقتي دي الشركة دي انا كنت اعمل لها دعاية للصفحة بتاعتها عشان ادوات الكاشير ادوات الكاشير طبعا معلهاش اقبال كده كتير طيب بصوا اللي حصل انا خدت 366 لايك وكان التكلفة بتاعت الايك واحدة وصلت لحوالي اثنين سنت والاعلان بتاعه وصل لخمساشر الف واحد بتكلفة قد ايه سبعة دولار وثلاثة وتمانين سنت شوفوا الاعلان اللي فات احنا عملنا اعلان بكم عملنا بخمسة دولار ووصل لألفين واحد هنا بسبعة دولار ووصل ل366 ليه لان الريليفانس سكور بتاعه كان قليل وكان مافيش استجابة من الناس للكمبين ديت المنتج اللي احنا بنعرض عنه طلبه قليل فبالتالي التفاعل مع الاعلان كان قليل فعلالي ايه التكلفة بتاعتي طيب نبتدي نحل الكامبين بتاعتنا من جوه بقى نفسها نعمل ايه فيه طريقتين طريقة ادفانسة جدا وانا هوراها لكو بس مش في المحاضرة دي وفيه الطريقة اللي انت تقدر تتابع بيها الحملة بتاعتك وانت شغال تمام عشان تبتدي تتابع الحملة وتشوف الريبرتات هتخش جوه الكامبين بتاعتك هيتفتح لك الويندو دي الويندو دي هتلاقيها نفس اللي انت شفته ببرا هتبتدي تخش على الادسيت دي جدا الادسيت الاركام دي والحاجات دي نفس هي هي الاركام اللي موجودة في الكامبين من برا نخش على الادسيت بقى نفسه زي ما انتو شايفين دلوقتي في الادسيت انا كنت اكلمتوك في المحاضرة الفاتت ان احنا بنبتدي نحمل كزا صورة للايه لمنتج بتاعنا انا لان دي كانت شركة دي كور ما كان لهاش منتج معين فانا خدت كزا صورة اللي هم شغالين فيه وابتديت عامل تيست بس انا قلتلكو حاجة قبل كده التيست بتاعك في الادسيت ما يعديش 3 صور في حالة انت زودت اكتر من 3 صور تبتدي تعمل ايه انت دلوقتي شغلت اول 3 صور كان الاداء بتاعهم مش حل تمام لقيت في واحد مثلا صورة واحدة كويسة والصورتين التانيين مش حلوين خلاص هتبتدي تسيب اول اعلان وتبتدي توقف الصورتين التانيين عايز تبتدي تجرب مثلا صور تاني تبتدي تابلود 3 صور تانيين وتخليهم ايه شغالين ومهم يبقى الاكتف معاك 3 اعلانات وخلاص انت حللت 3 جدات دولت وتبتدي تتفاصل بقى ايه تفاصل ما بين كل اللي انت عملته دو تانهي 3 اللي شغالين وتبتدي تشوف اكتر واحد هو اللي حقق معاك تارجت كويس او اكتر اتنين وتسيب الاتنين دول شغالين عشان يبقى في ايه اختلاف الاعلان بتاعك لما يبتدي يظهر في ايه للصفحة للناس في ايه في الفيسبوك تمام احنا دلوقتي الكمبين دي بتاعت الشركة ديكوردي بس انك بتعامل 6 اعلانات عشان تبتدي تحلل اكتر اعلان اه حققلك نتائج احسن لو جينا وقفنا على مثلا result ودوسنا بالماوس على الكلمة دي هيبتدي يعملك ايه يعملك ترتيب الاعلانات بتاعتك على حسب النتائج بتاعتها من الاحسن للأوحش لو دوسنا عليها تاني هيبتدي يعملها لك من الاحسن لأحسن فانت بتبتدي تدوس لحدا ما تاختار ايه النظام اللي انت عايز تمشي فيه طبعا احنا هنبتدي نشوف الاحسن للأوحش تمام الصورة دي زي ما انتو شايفين خدت معايا هي اكتر صورة جابت معايا 1900 لايك وكان الكوست بتاعها 0 ووصلت لل 23001 وفريقونس بتاعها كان 1.5 و 10 وخدت كليكات حوالي 3300 كليك وكليك وثرو ريت بتاعها او سي تي ار زي ما هما بتقال كان 13% الريلفانس سكور بتاعها بقى كان كام كان 9 من 10 وعشان كده الكوست بتاع الاعلان ده كان 0 باللايك والصورة دي صرفت قد ايه عشان اجيب 1900 لايك صرفت 4 دولار وانا كنت شغال بنظام السي بي سي اللي هو كوست بركليك وكان اقصى تكلفة خدتها للكليك بتاعه لما حد بيدوس على الاعلان كانت 1 سنت طيب احنا لو جينا حسبنا التكلفة بتاعت الكامبين زي ما احنا قلنا قبل كده انا صرفت 5 دولار خدت قدامهم كام خدت قدامهم 2309 لايك والتكلفة بتاعتي كانت كام كانت 2 من 100 سنت يعني مش كانت 1 من 10 سنت كانت 2 من 100 ودي يعني تقريبا كده صفر فهو طبعا كتبها لي صفر بس هي فعلان من صفر يعني عشان اقل من ال 1 من 10 فهو بيكتبها لي كأنها صفر تمام دي كده كانت اول صورة خدنا منها احسن performance الصورة التانية كانت الصورة ديت واخدنا منها 390 لايك وكان برضو التكلفة بتاعت اللايك بتاعتها كانت سفر وكان البوست بتاعها الاعلان ده وصل 4900 شخص والفريقونسي كان 1 و 1 من 10 وضغط عليها 728 مرة وكليك شروريت بتاعها كان 14 و 56 وهنا ريلفانس سكور كان 9 من 10 طب حد يقول لي طب ما الاعلان ده المفروض كان احسن من ده اه الاعلان ده كان احسن من ده بس انا خليت الاعلان الاولاني صراحة هو اللي يفضل يشتغل كتير لكن لو كنت فضلت مخلي الاعلان ده هو اللي شغال كان ممكن يحقق لي نتائج كمان احسن من اللي فوق تمام في حاجة كمان لازم تبصوا عليه لما تيجي تبص على الصورة بتاعتك انه هوت ببقى فيه حاجة اسمها performance الperformance ده بيجيب لك هنا total على حسب برده كان بين انت عملها سواء كان بوستس او بيج لايك لو دوس هنا على click هجيب لك هنا عدد الكليكات اللي انت ضغط عليها الصورة ديت تمام وهنا CTR هجيب لك CTR وهنا impression والrelevance score بتاعنا كان متوسط تسعة وزي ما انتو شايفين كده كان مكتوب عليها ان الفيدباك بتاعها كان وكتب لي هنا great job your ads relevance score today is excellent compared to scores for other ads should change your audience ده معناها يعني بقولك ان الاعلان بتاعك relevance score بتاعه عالي جدا واحسن من اي اعلان انت عملته قبل كده هوت تمام كل دي نتايج تقدر تبص عليها بسرعة وطبعا من غير ما نستهنتدي يعني نشوف الاعلان الريبورتات بطريقة advanced اكتر ووريكو ازاي تبتدوا تعملوا الريبورت تورول العميل عشان يبقى عارف ان انت عملت الكمبين بتاعتك بقدي ايه وايه البرفورمانس اللي حصل عشان ما يفتكرش ان انت شغال ببرامج auto like والمواقع اللي هي مش معتمدة ده كده بشكل سريع ازاي تبتدي تحلل الحاملة بتاعتك بطريقة professional هنبص بس سريع بس على الاعلان اللي انا كنت عامله بتاع الكاشير انخش مسلا جوه هنا الاد ست بتاع الكاشير دوت انا كنت عامل تلات اعلانات زي ما انا قلتلكو تمام الاعلان بتاعي كان يعني البرفورمانس بتاعه ضعيف جدا وزاي ما انتو شايفين الريلفانس سكور كان يعني اقصى بالريلفانس سكور انا اخدته كان اربعة من عشرة وعشان كده الاعلان بتاعي كانت الكوست بتاعه تقريبا اتنين من عشرة لللايك ده ليه لان الريلفانس سكور بتاعه كان ضعيف وكان مفيش اكبال خالص على المنتج اللي احنا كنا بنعرض عنه والناس يعني مش مش انتريسنج في اللي احنا بنعمله وطبعا الصور كانت مش حلوة خالص ودي كانت الصور اللي انا اخدها من العمير وللاسف انت لما تبقى شغال مع عميل وانت معاكش ديزاينر بتبقى محدد شوية بتحاول تضبط الصور على قد ما تقدر وتعرض لمنطق اللي هو عايزه بس طبعا يفضل انت يكون عندك شوية خلفية عن الديزاينج وانشوالله اواريكو في الفيديوهات اللي جاية لو انت مش ديزاينر ممكن انت زي تضبط الصور بطريقة بسيطة وتبتدي تعمل بروموشن للاعلانات بتاعتك دي كده كانت نظرة سريعة عن ازاي نبتدي نحلل الكامبينز بتاعتنا وانشوالله في الفيديو اللي جاي هوريكو ازاي نبتدي نحلل الاعلانات بتاعتنا بطريقة ادفانزت اكتر ترجمة نانسي قنقر